الجهاز العضلي في جسم الإنسان بيتكون من مجموعة وحدات تركبية تسمى العضلات يعني الجهاز العضلي هو عبارة عن مجموعة عضلات الجسم والأعداداتهم حوالي 620 عضلة والعضلات في جسم الإنسان بتنقسم إلى ثلاث أنواع رئيسية أول نوع هو العضلات الهيكلية skeletal muscles ودي العضلات اللي بترتبط بالإعزام وبتساعد عن الحركة والتحرك وبتعمل بشكل إراضي وبتحت سيطرة الجهاز العصبي الإراضي والنوع التالي هو العضلات الملساء smooth muscles ودي العضلات اللي بتكون موجودة في الأمعاء ولوعية الدموية والجهاز التنفسي والجهاز البولي وبتعمل بشكل غير إراضي وتحت سيطرة الجهاز العصبي اللا إراضي والنوع التالي هو العضلة القلبية cardiac muscle ودي العضلات اللي بتكون موجودة في القلب وبتعمل بشكل غير إراضي تحت سيطرة الجهاز العصبي اللا إراضي والعضلات هي عبارة عن مجنيعة من الأنسجة العضلية واللي بتكون معروفة باسم اللحم وخصائص العضلات هي إنها بتكون خيطية الشكل بصفة عامة وبيكون لها القدرة على الإنكباض والإنبساط ووظائف العضلات بشكل عام في جسم الإنسان هي إنها بتكون ضرورية علشان تأدي النشاطات والوظائف التالية أول حاجة العضلات بتكون بوظيفة الحركة وبتشمل تغيير وضع عدو معين من الجسم بالنسبة لبقية الجسم وبالتالي تحريك أجزاء الجسم المختلفة وأداء الإنسان لحركاته الميكانيكية تاني حاجة الانتقال من مكان لأغر تالت حاجة المحافظة على وضع الجسم في الجلوس أو الوقوع وتفضل عضلات الرهبة والجزع والأطراف السفلية رابع واخر حاجة استمرار حركة الدم داخل الأوعية الدموية والمحافظة على الضغط الدم الطبيعي نتيجة إنكباض العضلات الملساة اللي هي النهاراتية الموجودة في جدران الأوعية الدموية تعالوا بعدك نشوف تركيب العضلة الهيكلية العضلة الهيكلية بتتركب من عدد كبير من خيوط رفيعة وتمسكة مع بعضها بتسمى الألياف أو الخلايا العضلية الألياف أو الخلايا العضلية بتكون موجودة دايما في صورة مجموعات معروفة باسم الحزم العضلية والحزمة العضلية بتكون محاطة بغشاء معروف باسم غشاء الحزمة تعالوا بعد جدا نتعمق أكتر ونشوف الليفة أو الخلايا العضلية بتتكوى من إيه الليفة أو الخلايا العضلية بتتكوى من المادة الحية اللي هي البروتوبلازم ودي بتشمل كل من السيتوبلازم معدد كبير من الأنوية والسيتوبلازم في العضلات بيكون معروف باسم الساركوبلازم والليفة العضلية بتكون محاطة من الخارج بغشاء بيطلق عليه اسم غشاء الليفة ومعروف باسم الساركولم بيكون محيط بالساركوبلازم والليفة العضلية بتحتوي على مجموعة الليفات العضلية بيتراوح عددها من ألف لألفين لليفة بتكون مترتبة طوليا وموازية للمحور الطولي للعضلة نفسها يبقى لما ييجي مثلا يقولك كم عدد الليفات العضلية الموجودة في خمس ألياف عضلية أو خلايا عضلية هندرب الألف في خمسة يبقى معنا خمس تلاف وبعد كده نضرب الخمسة تاني في ألفين يبقى عشر تلاف يبقى بيتراوح عدد الليفات العضلية من خمس تلاف لعشر تلاف في خمس ألياف عضلية أو خمس خلايا عضلية ولما ييجي اسألك ويقولك أقصى عدد من الليفات العضلية موجود في عشر ألياف عضلية يبقى نضرب العشرة في ألفين يبقى عشرين ألف ولما يقولك أقل عدد يبقى نضرب الألف في عشرة يبقى عشر تلاف تعالى بعد كده نتعمق أكتر ونعرف كل الليفة عضلية بتتكون من إيه كل الليفة عضلية بتتكون من مجموعة من الأكرس أو المناطق المضيئة واللي بيرنزلها بالرمز آي والمناطق المضيئة دي بتتكون من مجموعة خيوط بيروتينية رفيعة معروفة باسم إيلاكتين وبيأطحها في منتصفها خط داكن بيظهر كخط متعرج على شكل زجزاك علشان كده بيرنزلها بالرمز زد بعد كده الليفة العضلية بتحتوي على مجموعة من الأكرس أو المناطق الداكنة واللي بيرنزلها بالرمز آي والمناطق الداكنة دي بتتكون من خيوط الأكتين بالإضافة إلى نوع الثاني من الخيوط البريطانية اللي بيكون عريض شوية واسمه الميوسين وبيتوسطها منطقة شبه مضيئة بيرنزلها بالرمز آي والمنطقة شبه المضيئة دي بتحتوي على خيوط الميوسين السميكة فقط فبقى دلوقتي عندنا مصطلح اسمه القطعة العضلية أو الساركومير والقطعة العضلية أو الساركومير هي المسافة ما بين كل خطين متتاليين من الزد والموجودين في منتصف المناطق المضيئة في رييفة العضلية وبالتالي بنستنتج ان المناطق اللي بيكون فيها عكتين بس هي المناطق المضيئة اللي بيرنزلها بالرمز آي وبيكون في منتصفها خط داكن بيرنزلها بالرمز زت والمناطق اللي بيكون فيها ميوسين بس دي المناطق بيطلق علي اسم المناطق شبه المضيئة واللي بيرنزلها بالرمز اتش والمناطق اللي بيكون فيها اكتين ويوسين مع بعض بيطلق علي اسم المناطق الداكنة واللي بيرنزلها بالرمز اي وكمان بنستنتج المناطق الداكنة والمضيئة بتكون موجودة في العضلات الهيكلية والقلبية بس علشان كده بيطلق علي اسم العضلات المخططة والمناطق الداكنة والمضيئة مش بتكون موجودة في العضلات المنسائة علشان كده بيطلق علي اسم العضلات غير المخططة وبيكون عدد المناطق شبه المضيئة اللي هي رمزها اتش بيساوي عدد المناطق الداكنة اللي رمزها ايه اللي اتنين بيساوي عدد الكطع العضلية وبيكون عدد المناطق المضيئة الكاملة اللي رمزها اي بيساوي عدد الكطع العضلية ناقص واحد وعدد الخيوط الدكنة اللي هي Z بيساوي عدد القطعة العضلية زائد واحد وده شكل بيوضح جزء من تركيب العضل الهيكلية تحت الميكروسكوب الالكتروني فبنستنتج ان دي المنطقة المضيئة I اللي بتحتوى على خيوط الاكتين بس بيتوسطها خط دكن بيرمز لها بالرمز Z وده المنطقة الداكنة اللي بيرمز لها بالرمز A واللي بتحتوى على خيوط الاكتين والميوسين معا وبيكون في منتصفها المنطقة شبه المضيئة اللي بيرمز لها بالرمز H وبتحتوى على خيوط الميوسين فقط وتعالى كده بشكل مقتصر وسريع نراجع على تركيب العضل الهيكلية احنا قلنا ان العضل الهيكلية بتتكون من هزم عضلية كل حزم عضلية بتكون محطة بغشاء بيطلع عليه اسم غشاء الحزمة وللحزم العضلية بتتكون من الاليافة والخلايا العضلية وكل ليفة عضلية بتتكون من غشاء الليفة العضلية والمعروف باسم ساركوليمة وبتتكون من المادة الحية اللي هو البروتوبلازم وبروتوبلازم الخلايا العضلية بيتكون من سيتوبلازم معروف باسم ساركوبلازم ويحتوي على عديد من الأنوية والسيتوبلازم في الخلايا العضلية بيحتوي على لليفات عضلية بكل لليفة عضلية بتتكون من مناطق مضيئة بيرمزلاء الرمز I كل منطقة مضيئة بتتكون من خيوط إلاكتين بيتوسطها خط داكن بيرمزلاء الرمز Z ولليفات بتتكون من مناطق داكنة بيرمزلها الرمز I كل منطقة داكنة بتتكون من خيوط أكتين وخيوط ميوسين بيتوسطها منطقة شبه مضيئة بيرمزلها بالرمز H ودي بتحتوي على خيوط ميوسين فقط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر